أشخاص هذه الدراجة هذا هو السؤال الذي ترحو أي رجاوي مع بداية الموسم خصوصا على الموسم الذي كان بدايته كانت كاريتية والذي شيء واحد متوقع خصوصا من فريق يلا أفاز بالزدواجية من هذه المباراة فريق الذي يلعب كورة جميلة خصوصا في الشطرة الثانية من الموسم الماضي فريق الذي يعرف اختيارة تقنية موفقة في أغلبها الموسم الماضي كل شيء راب رئيس قليل مشكل رئيس مؤقت شوية أصبح رئيس دائم بدين الموسم تقريبا بنفس توابة الموسم الماضي على مستوى تشكيلها الضور للناس المسيري ليس فقط إزالة المنح الضور للناس المسيري لإختيارات الرياضية الكبرى وفش كنقول اختيارات الرياضية الكبرى كان يعني أنه حاجة اللي ممكن تخسرك الوقت الفلوس والنتائج فشلت في التعاقد مع مدرب مزياد خسرت الوقت خسرت نقاط خسرت التقيقة خسرت التوازن حاجة اللي ممكن تتراه ما عندي مشكل لكن ما يكون الشوفيق أيضا في أغلب الانتدابات أغلب التعاقدات اللي أغلبها غير جاهز بدنيا لأغلبها لاعبين وليش حالهما متوقفين على الممارسة فهنا كتطرح علم الاستفاهم أش خاصة ها دراجة خسرت الفلوس كيش مشكلة فلوس يالله الناس عاد خلصوا أربعة المليارت قريبا باش يحيدوا المنع خلصوا اللاعبين مش يدخلوا المعسكر خلصوا مقدم مستحقات لللاعبين اللي تعاقدوا معهم خلصوا المدرب الأول والطاقم ديالو كامل ثم خلصوا الشهر الأول ديال مدرب جديد بالطاقم ديالو يعني ما كيش مشكلة فلوس نكونوا صاريحين مع بعدياتنا شنو خاص الراجة الراجة خصها النية الصافية أول أنا صراحة ما كتباش لي كنا نية الصافية في محايدة الفريق الراجة كين شي حاجة كتدير تدمير تلاتي في فريق الراجة احنا كندمروا راسنا براسنا دي أولهم على مستوى الاختيارات تقنية مني كيكون موسيير ما عندوش علاقة بالكورة ما عمرو تكون أكاديميين في الكورة عمرو ملعب كورة وكيختار لاعبين هو اللي كيجيبه كيختار المدرب اللي أول الصاف ديالو اللي ما كيصدقش وهو نفسه كيختار المدرب اللي مراح فهنا كتحرف فريق الراجة اللي ما عندوش مشروع رياضي فريق الراجة غادي إلى المجهور فريق الراجة فريق متساطح على المستوى الكوراوي يعني كنجيبه مدرب بك نقوله يا ربي صدق بك نشيبه مدرب بمحاير يعني معينة فلسفته شخصيته ثم بك نحافظه على واحد توابك اللي عدتنا ينجح مثلا بعد بداني فراجة أخدها مزيان يبقى معنا كيعرفنا مزيان يعني بكيصار فراجة الناس الرياضيين الناس المختصين على المستوى الرياضي أنا شخصيا ما عارف شو الطور دير مثلا محمد مديح يقال أنه المدير الرياضي أنا اللهي ما عرفت دور دي لمحمد مديح إلا كان السي محمد مديح وصله على الفيديو هذا إشرح لي الدور ديه واش ساهم في تعاقد مع perform في الموسم الماضي واش ساهم في تعاقد مع الوسمير واش ساهم في تعاقد مع سابينتو واش ساهم اختيار لاعبي الأجانب اختيار لاعبي المنتفدة بالله يرحم والدين السي محمد المديح نحن جاوبني شنو التدور ديلك فراجة هدا مجيها مجيها الظاهرة? ماذا تنفق عليه البشرون؟ البشرونitable againstك Against подготовulla. مع إدارة التقنياة. ماذا تنveltه في الاكاديمية وماذا تنفق البرقائي على المستوى التقنية, على المستوى التكوين. الله ينعرف suspended في الفريق الأول. هل رجاء من الحقيقيكم يعرف شكوون اللي يعجب في الرجاء. ماذا يختار الناس لل行為 للقيم. لتنفق المدربين. قد نكون عارف ماذا نحمل مسؤولية. سهل جدا نقول الرئيس يعادلها لا يتحمل مسؤولية لأنه هو الرئيس. سهل. كما نحق نعرف المنظومة الرياضية في الراجة يكون العراب دياله. يكون الشخص الذي كما تقول له هاز الباغيت هو الذي يختار كما يريد. ثم ممكن يأتي مدرب جديد يأتي يفرد تاقم دياله ومن حقه يفرد تاقم دياله ومعندي مشكلة. لكما يأتي انا اعرف الراجة كتير من هو ايه? انا وعارف الفرقة. وعارف اللعبة وعارف الظروف اللي فيها كلها على مستوى البدانية. لمستوى التغنيه لمستوى الدهني. اعرف كتير من هذه المدربة هذا. لكن من حاجة اول حاجة يقول هذه هي انه لاعبين تعطوهم فرص كتير افراجة وما كانوا مزيانة. مانهم حسين رحيمي. انا اياه. حسين رحيمي تعطوه فرص مع زين باور. ما كانش مزيان. تقعطو فرص مع رسمير. ما كانش مزيان. تعطي فرص مع الجيناني مارش اسفي بدأ بيه كاساسي. في الاخر حي دو. من بعد ما بقاش كي يكونفوكي. ما تكونفوكاش في مارش الفتح ما تكونفوكاش في مارش آآ زمامرة. ما بقاش كي يكونفوكي ما بقاش كي يلعبو معاه بمرة. ونجي انا مدرب ونعود نرده. وانا عارف كم سؤول فريق الراجع عارف ان انا نسبة ان حسين راح يميت لق ويكون مزيان مع الراجع هي نسبة ضائلة جدا. يعني قل من واحد في المية. يعني انا الدور ديالي. اني مشي نتكلم مع المدرب. اذا نقول لي هات سيدها تالي انا تضيع بوقت. ارا ما يخدمش لنا. انا اصلا بقيت ليني معانا. نتلقوا لي حل انه يمشي اعارة او نعطيه وراقي ولا يمشي. ماشي يجي مدرب. ما كعارفش اللعبة. تبها يرصها ببينتو ما كعارفش اللعبة. كان كعارف غير المغريب فين جو والراجع سامع لا. ما كانش عارف اللعبة. يعني مني هاتي يجي? هو ما عارفش في سين راحيمي. بشي انترينمو. تانترين تلكورة دربها بالراس ماركها سابقها دوة سعود اللي خاصنيين ايه. استرتو انه كيبغي مهاجم كلاسيكي كيبغي مهاجم بونتا. بنت انه من خلال الصريحة ديالو ما راضيش على الراجع انها خاصها مهاجم. ودي تكلمني عليها وداخلها في اختيارات تقنية لانه بدين الموسم بيدون مهاجم صارح. وتعمدنا. كنقولها وكنتكررها. ما قلبوش الناس على مهاجم صارح. الناس نمشوش قلبو على مهاجم صارح. حتى نهار الاخر. احد دينا كنسمعوا واحد الغاني. واحد النيجيري. واحد الكاميروني. واحد. وحنا عارفين الراجع. واقفة موت على مهاجم. حيات مشا مهدي موهوب. ومشا بنعياد. وبقعد نزرهوني اللي ماشي مهاجم صارح. وزرهوني في قمة التعجين ديالو. انا كمسير دور ديالي شنا هو. وانا نقول لي هات سيدا هادا ما اختمش ليها. ما تضيعش بوقت. سير حط اللاعبين الاخرين. اعطي فرصة اللاعبين الاخرين. ها نجاري. ها السوسي. ها. يعني كنخشي راشو خرين. دي اللاعبين. باقي عندهم شوية امل. باقي عندهم تيقى. باقي عندهم حوافز. ماشي اللاعب اللي عسرناه. يعني تستعلك. وسهلك. لا على المستوى الكوراوي. ولا على المستوى الدهني بالخصوص. لكن اللاعبه. ماشي اللاعب ديالسوالب. نبدل البيت سيستام. اللاعب بالكات كات دو. نقسم فرقتي على الجوج. ونفرط في الكيليبر. مع انني كان ممكن نشد كورا نطيح كل الارض. تقدر تستقليل ماركيشي بيت. او نسالي مارش بتاعه. واحد. ثم ندخله في مارش دريني فار. اللي هو مارش مهم. ندخله في الاخر. ومن يبالي هو غير يمشي شد كورا. يتحمل المسؤولية زعمة. لانه كما قلت لكم هادا لاعب مستهلك ما عنده يخسر. ايش الدكورة لانه عنده ميربح. هي تكون ماركة رحيمي داك البيت. كان هدي لعب دور البطولة. اه تحمل المسؤولية. او مش اخدها البالون وكتاب. وخدث معه من جمال راجا ولاد هين يزوسوها. وتحييل حسن رحيمي. لكن السيد. مستنزف على المستوى الدهني. كان شوفوا غادي هز البالون. انا ادورك كمدرب. اسمح لي يا. لا. غير لعبها واحد من اللاعبين. وانا المدرب اللي هتحمل المسؤولية. انا اللي اختارت لللاعب. لكن هادشي ما الدرش. في لحظة حاسمة. في لحظة مهمة من الماتش. باشتعرفوا تأثير الادارة الرياضية. على نتيجة مباراة واحدة في قرية القدم. ثم حادث اللي وقعه قبل الماتش السوالم هو انه سيد المعد البدني للمدرب. قرروا انه مدروا اختبارات بدنية قاسية لللاعب على بعد ثلاث ايام من الماتش السوالم. اللي بتابعوا مراتون اخر دل المانشت. فالنتيجة شفتوه كاملي. يعني اللاعبين رجلهم بتقال. وكأنهم عمروا مطرينو ضد فارق السوالم. ما قدروا شي يطلعوا ليقاع. وما قدروا شي يكملوا المارش مزيان. وكان تفوق بدني الفارق السوالم. انت عارفة سلمدرب ان اللاعبين بدنيين ممزيانيش. بناء على التقارير ديال بنوانيس. اذا كانت سنة واحد فترة دل التوقف دولي. يكون عندي فيها فجوة. يكون عندي فيها متسعة من الوقت. عاد كندير الاختبارات هادو. ومن ندير الاختبارات هادو. اكون عندي الوقت باش تركيباري. باش تركيباري. باش تركابي دال اللاعب اخفافوا شوية. عاد ندخل للكمبيتيسيون. طور ادارة رياضية فينا هو. هنو متكلموا مع المدرب. يقولوا لي. بني ممكنش دير هادشي في هادلوقيته هادي. لان هم. اللاعبين حالتهم البدنية. ممزياناش. تخليوها حتى التوقف دولي اخر. فمن ما كيكونش تمسيق. بالادارة رياضية. مختصة في عالم كورة القدم. كنتكلمش على واحد من مكتب الموزيان. لانك هاتسمع. شوف. انا سمعت بالي الناس قلسوا مع ساب بنتو بعد مرش السوال. ولكن بالله عليكم. واش كنتعتقدوا انه ساب بنتو. غديقلس مع مثلا عادي هالا ولا عادي الباقي لي. لقلس معهم. ويتصنط له. على المستوى التقني. على المستوى الرياضي. ويناقش معهم على المستوى الكوراوي. امور تكون سطحية بزاف. عليش خسرنا. عليش بدنيين وما كناش مزيان. عليش. يعني امور سطحية بكورة القدم. فبالتالي. ما نوصلهش للمكمل الخلال. ما نوصلهش للزرح. ما نحطهش ايدين على الزرح. حتى المدريب توا يقولك الناس ما كيفهموش كورة. ممكن نقولهم اي حاجة. اي بخاتكس. نقولهم انني جيت لقيت لعابة الراجعة نقصين بدنيا. او كما قال اليوم في مرة الاولى. الراجعة ما عنداش تسعود. ليس هناك لاعب يترجم فرص للتسجيل. مع انه ماش سوال ما خلقناش في فرص كتيرة. كورة او من يكبر. يكبروا الاخطاء. و يكبروا المسببات ديالك وارد. و يكبروا التقنية الكبراء. والاساس هي دل كورة القدم. والتوابة دل كورة القدم. كنفرطوا فيها. وبالتالي. كنت نحن الشكل لانلعبت في الراجعة. باتصار. باش الفيديو ما يجيش طويل. لانه هو فيديو فط فضة. اعتبروا فط فضة. لاني غبرت عليكم شوية. وانتكم تعرفوا الاسباب. الليش خندوي. انتهاوش انا وياكم. انتداربوا بتعاليق. ما كي لاشن اصلا نجبد مواضيع عندها علاقة بالراجعة. مرة مرة خصنا اننا نتفكروا فين احنا. وفين غادين. وفين خصنا نمشيو. الناس في الراجعة خصنا فكروا. اننا فارق كورة القدم. وفارق كورة القدم يجيش استلم القيادة ديالو على مستوى الاختيارات الرياضية الكوروية. الناس عندهم علاقة بكورة القدم. ماشي ناس جايين من الشركات ومن المال هما اللي يصيروا الراجعة. على المستوى الرياضي. كنتكلم عن الاختيارات الرياضية. اما الاختيارات اللي عندها علاقة مفلوس. اصلا الجمهور ما عارفش باش مقوفلها. اصلا انا كارجاوي ما عارفش. اصلا انا ما معمرش براسي. وما كان عارفش ليه. وما كان فهمش فيه. لكن لكن فهم فيه شوية. على قد فهمي. وانه الراجعة فيها اختيارات رياضية كاريتية. فريق الراجعة فيه فراغ على المستوى الرياضي. فريق الراجعة ما عارفش راسفه فين غاية دي على مستوى الرياضي. وبالتالي غادي نقوف هالدوى مدى التخبط. وهذا البداية كريتيارة ممكن تطول. لأنه بالنسبة لي انا ما كنش باوايدر بتحسن. ما كنش باوايدر انه فريق الراجاء ممكن ياخد اي قاع. ويبدي يربح مارشات دياله. ويكون ايكيليبري ويكون متوازن. لانه انا شخصيا ما عارفش الراجاء كيفاش تكون المارشات الجاي. باش ما كدب شي لكم. وهدي حالة يعني خيبة بزافر. او بغيتاش كنفراجة لانهو. الحمد لله يالله الموسم الماضيك نقوله. اوف تهنينا من الحالة المرادية. طبعا رجعت وبقوة. اشي اللي كنت اخوت. قل بناك يا طعب. احنا كنتكلم عن هذا المواضح سنويا. وكان مع الاسف يعني الناس. ما كنت تستنتوش لك. عارفينك شو كيف كان اصلا في هذه الارض. تنوصلوا للماركات والجاي. اه حيدنا الملع. وانت عقتهم على لاعبين. شكونا موضة لاعبين. علماء السفاب. دوامة. خلص اللاعبين اللي بشاوب. هاد اللاعبين نخلصوهم من بعد. والذوابة. والسيكل راه ضير. فين الكورة فاتشي. فين مسروع الرياضي فاتشي كامل. الساطح. الراجة عبارة عن الساطح. حتي يجي واحد نار وحتي الرئيس بمعنى الكلمة. الرئيس. كنقول رئيس. بمعنى الكلمة. الرئيس اللي غير يصدع لكل شي. الرئيس اللي يعرف فقط الراجة. وغادي ادي اختيارات موفقة على المستوى الرياضي. بتداء من اختيار ادارة الرياضية بمستوى عادي. اتشيلي كلنا الخوت. انا ما تمنيت نتكلم لها الراجة في ظروف ايجابية لكن للأسف هالظروف حالية ما كتساعدش. الله يصاوب الحال. الله في رأسكم والخوت. السلام عليكم.